استخدمه إمتى بأنتي قلت لي أفضل وقت بالليل ماسي دورو جولد بيستخدم صباحا ومساءا لكن أنا على طول بقول أفضل وقت ماسي دورو جولد بالليل لأن طبعا سرعة استجابة البشرة بالليل بتبع علي جدا ومهم جدا أقول إن ماسي دورو جولد بيشتغل أزا دي توكس يعني بيشلك كل الخلايا الميتة والسموم والشوائب لع البشرة فممكن قبل ما ننام بنصف ساعة نخسل وشنا وبعد ذلك نحط ماسي دورو جولد بس والنام يمكن أول ما هنسحى منهم هنشوف نظارة عالي قوي هنشوف جزائيات دهب كتيرة في ماسي دورو جولد لدرجة دهن فيه ناس فعلا اللي بتستخدم ماسي دورو جولد ما بتحب يشتغسر وشها الصبح أنا بحطه بالليل أصحى بص في المرأة أقول ها لسه موجود ولا لسه ألا إيه موجود على بشرة دورو جولد نظارة بتستمر فعلا متطويل طبعا طبعا ماسي دورو جولد بدي نظارة بدي نوريشنج من أول دهنة حتى على علبة ماسي دورو جولد كاتبين الكيميائيين اللي مصنعين ماسي دورو جولد إن الفرست أبلاي إتواللوك ريدينس ونوريشنج وغلوينج عالي جدا في البشرة طبعا أنا عايز أتكلم معايكي كده شوية الحاجات بقى اللي بيعملها من الناحية العلاجية يمكن من النادر إن إحنا نشوف منتج أو كريم بيجمل وبيعالج في نفس الوقت إيه اللي سيكس أكشنز الموجودين في العلبة اللي سيكس أكشنز أول حاجة ماسي دورو جولد أنترينكل محارب للتجايد من الدرجة الأولى أنتي إيج محارب لشيخوخة البشرة ماسي دورو جولد ويتنينج بيفتح لون البشرة ماسي دورو جولد نوريشنج بيعمل نظارة عالي قوي للبشرة وفي أكشن مهم قوي لماسي دورو جولد فيس لفتنج ماسي دورو جولد يقدر يشد البشرة ويشد الجلد يمكن دي أهم المشاكل وأهم الحاجات اللي بتخلي شكلنا عجز أو أعجز من سننا وبتخلينا معندناش ثقاف نفسنا يعني ماسي دورو جولد يقدر يعالج تجايد يقدر يعالج هلات سودا يقدر يعالج نمش يقدر يعالج بقع يقدر يشد الجلد ويشد البشرة